السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اهلا بكم ابنائي وبناتي طلبة طالبات الشاهد الشهادة الادادية ان شاء الله نكمل معكم حل المحافظات اللي امتحانت النعارضة يوم الثلاث ان شاء الله نبدأ محافظة المنوفية امتحان بصراحة جميل بسم الله الرحمن الرحيم السؤال الاول اكتب المصالح العلمي حالة موصل يبقى الجهد الكهرباء الجهد الكهرباء الحاجة اللي مش محتاجة شرحة ححلها على طول اجزاء من دي ان ايه الجينات الجينات الشحنة المنقولة بطيار كهرباء يسافت شدته ده تعريف الكولوم تعريف الكولوم او الكولوم فرد يحمل عاملين ورصين احدهم للصفة السيدة والاخر المتنحية الفرد الهاجين المخطط اللي قدامي اللي مركب نطرات الصوديوم مع الزمن من الرسم اكمل ما يلي بكلمات مناسبة المنحنة المشار اليه برقم واحد يعبر عن مركب نطرات الصوديوم نطرات الصوديوم اللي هو الاصل والمعروف بلونه الابيض لونه ابيض المنحنة المشار اليه رقم اثنين يعبر عن مركب نقط والمعروف بلونه ابيض مسفر هنا عن مركب نايتريت اللي هو النواتيك نايتريت الصوديوم امتحان جميل ثانيا يوجد في جسم الانسان ضمن الجهاز الهضمي غدة لها دور بارز في عملية الهضم كما انها تفرز هرمونين متعاكسين من حيث الوظيف طبعا اسم الغدة البانكرياس البانكرياس اسم الهرمون الاول الانسولين التاني الجلوكاجون افرد كتبت كله جلوكاجون قبل الانسولين الاتنين صح بالمناسبة عشان محدش لاخبط نفسه نيجي للمسألة هو عاوز شدة الطيار يبقى انا عندي هنا هو تاق تاق هي اللي مجهولة خلاص علامة استفهمها هي تمام اه طالما عاطني زمن وشوحنة كهربية بقى انا ابص بس الاول اتهي بتساوي ايه كمية الكهربية عالزمن بالسوان خلاص ركزوا معاي هو طالب شدة الطيار الزمن معطاة اذا كمية الكهربية اللي عاوز اجيبها طب اجيب كمية الكهربية منين من فرق الجوت طب فرق الجوتي بيساوي ايه شغل مبزول على كمية الكهربية ركزه في المحور بتاع حل المسألة اذا انا عايز كمية الكهربية ما تستبدل نزل الجيم تحته وخلي الشغل زي ما هو فوق تمام انا عاوز كمية الكهربية الشغل عطول كام 200 جول على كمية الكهربية اللي عطول في الاول 20 صفر مع صفر يبقى كمية الكهربية كامة يا جماعة 10 كولوم طب هل انا عاوز كمية الكهربية لا انا عاوز شد الطيار اعوز بقى مباشر يلا تهي بتساوي كمية الكهربية الزمان بالسوان اعوز على طول يلا يبقى عشرة الزمان عطول اتنين ثاني يبقى كمية الكهربية بيساوي كام يبقى نستبدلت كمية الكهربية ما كان فرق الجهد لان فرق الجهد شغل على كمية الكهربية بعدها تاني برضو عشان لو فيه اي حاجة نحلها مع بعض يبقى هنا استبدلت يبقى الشغل امتين على عشرين على عشرين ولا على اتنين على اتنين شفتم حل يبقى هنا بيقول لي ايه فرق الجوتي كاما عشرين صح زي ما احنا عاملين يبقى صفر مع صفر يبقى عشرين على اتنين فالعشرة دي عشر ايه كولوم تمام طيب شد الطير اللي هو عاوزها بقى كمية الكهربية اللي انطلعتها عشرة الزمن بالسوان اتنين يبقى شد الطير كام خمسة امبير مسألة حلوة وفيها فكرة حلوة تعالوا هنا احنا تعودنا انه بنقول واحد اتنين تلاتة اربع لا مستر عشان كده اسهل وعملناها كتير في المحافظات اللي فاتت المولد الكهرابي اللي هو رقم واحد ماله نبص كده سريعا المولد الكهرابي يعطي طيار مترد على طول كده مستر اه يعطي طيار مترد وهو ده المصدر بتاعه يبقى واحد مع خمس المركبات التساهمية بطيئة في حاجة اسمها بطيئة في التفاعلات اه يبقى اتنين مع اربع المنطقة المختارة لحفظ النفايات المشعة لابد ان تكون مستقرة لابد ان تكون مستقرة فهمنا بنحل ازاي المركبات الايوني سريعة في التفاعلات الكيميائية يبقى اربع ايه مع اتنين كده سريعا سريعا وما خدناش ايه وقت تعالوا بقى نحل ايه اكمل عبرات وعرف قانون مندل التاني بقانون احنا قلناها امبارح في البس المباشر اللي كان حاضر معانا القانون الاول هو ايه والقانون التاني هو ايه الاولان لنعزل العوامل نمرة اتنين التوزيع الحر التوزيع الحر وقلناها بالتفصيل امبارح في البس المباشر والمراجعة ركزوا بقى في اتنين وثلاث اعطيني زمن احتراق سلك تنظيف الالمونيوم في دور صغير به اكسوجين يبقى في تركيز يبقى الزمن هيبقى اقل من خدوا بالك استخدم في ارشاد استخدم العبرات لا تتغير في المسألة اللي تحت يبقى اقل من زمن اقل من زمن احتراقه في اكسوجين الهواء الجو لان كلما زاد تركيز الاكسوجين كلما زاد التفاول الكيميائي كلما قل الزمن ركزوا لان السرعة تتناسب عكس مع الزمن طيب يال زمن زبان قرص فوار في حجم معين ماء بارد هيكون اكبر بقى المرات ليه لانها هياخد وقت والماء البارد ما زي الماء الساخ الماء الساخن الزمن بتاعه خلاص اقل اذا العكس يبقى دي اكبر الصفات الغير قابلة الانتقال من جيل الى اخر تسمى الصفات المكتسبة الصفات المكتسبة امتحان اللي حطه ما شاء الله ما شاء الله في الشكل المقابل عند تحريك زالق الريوستات بحيث تزداد كراءة الاميتر ركزوا كده يا مستر تاني كده بحيث تزداد كراءة الاميتر متى تزداد كراءة الاميتر بالنسبة لزالق الريوستات حينما يقل طول السلك تاني يا مستر يبقى الوقت هنا هاو فان ذلك يعني ان مقاومة الراستاد تقل لي يا مستر الزلك هنجيبه هنا هنا هاو خلاص يبقى الطائرة يمر في الزلك واذا يدوب مطب واحد وممكن ما يكونش فيه مطبات كمان طب قيمة المقاومة ميم تظل سابتة سؤال خطير تظل ايه سابتة ده قانون ام اولاد استخدم العبارات هنا قلنا تقل وقلنا ايه تظل ايه سابتة يعني لا تتغير ماشي هنلتزم بالكلام يبقى الاجابة لا تتغير نسمع الكلام اوي عشان الكلام الاسترشدي ده بيحسبوا عليه نيجي للورقة التانية نيجي للورقة التانية السؤال صوب ما تحته خط ازالة الغدنة الدرقية طبعا اكيد غلط يؤدي الى عدم افراز هرمون الادرينالين ازالة الغدنة القذرية القذرية واليقول فوق كليتين صح خلاص والذي يحفز اعضاء تمام تتحول الطاقة الحركية الى طاقة كهربية طبعا في الاعمدة هتبقى الطاقة الايه الكيميائية الطاقة ايه الكيميائية كيميا كيميا جوه الايه كالبطاري يحدث مرض البول السكري في الانسان نتيجة افراز هرمون النمو زي نقص افراز يبقى البول السكري ده هيبقى مرض ايه القزامة القزامة يبقى قزمة القزامة في الشكل المقابل عند غلق المفتاح فان شدة الطيار المرة في المقاومة دي طبعا عليها كلام عن نت الوقت اولا والدائرة مفتوحة اداني اربعة واثنين ستة هنا في التوالي وستة تحت معاها التوازي يبقى قوة دفع الكهربائية كلية كام والدائرة مفتوحة ستة فولت طبعا ما اقفل الدائرة ما فيش تغيير حاجة تاني يبقى الوقت يظل فرق الجهد زي ما هو اذا تظل شدة الطيار كما هي تظل سابتة سابتة بيقول لي اكمل العبارة دية تعطيني بصراحة يعني ايه حاجات تكات حلوة تكات حلوة انا عندي هنا عنصر تحول الى ايون بس فقط الكترونات اذا دهية عملية كيميائية انا فقد الكترون بيقول لي انها التفاعل اولا عملية هنقول لي انها عملية ايه اكسدة في الاكسدة والاختزاء تمام طيب اداني الجزء التاني ده بقى حتة حلوة فنية برضه ومن غير لف والغوران وما قالش استبدأ طبعا هنقول هنا هو نوع التفاعل احلال بسيط ليه يا مستر ليه اولا من غير ما نكتب المعادلة ان المعادلة ممكن اكتبها لكل وقت بس ماهيش عليكم يعني ايه يا مستر يعني لو فعلت السوديوم اعتبر السوديوم هو ايه لان انا هنا كان السوديوم لانه والتزامني دي بدي خلاص اعتبر ان الايه هو السوديوم السوديوم هيطرد البي طب هي البي دي عبارة عن ايه يا مستر ايتش سي ال مش ده احلال بسيط يا ولاد اهو حاجات شغلة حلو شغلة حلو مخففة لو حبت يعني ايه نمثلها نمثل تمثيلها بتاعتهم يعني خلاص اداني ان ايه سي ال منها اتنين زائد غاز الهيدروجين ايه تصع دي احلال بسيط خلاص احلال بسيط احلال في لز محل هيدروجين الحمط لو عايز اقفل الدرجة النهائية طب لو ما كدبتهاش مش مشكلة خلاص من الشكل بيقول لي استبدل برموز افراد الجيل الناتك انا قلت امبارح في البس المباشر والمراجعات لما يكون عندي هاجين و متنحي تاني هاجين و متنح بيدينا خمسين في المية هاجين وخمسين في المية ايه متنح يعني ما اضيعش وقت يا مصدر لا ما اضيعش وقت خلاص بيقول لي استبدل الارقام بالرموز طبعا انه هيبقى اتنين وي كابتل وي سمول وانه وي كابتل وي سمول بس انا عندي للاستاذ اللي عاملها عتاب انه هو ما كانش يفصل ثلاثة مع بعض وواحدة هنا لان ده هيخلينا اقول ثلاثة سائد لواحد متنح وده غلط مع احترام اللي اللي حط خلاص انا اتخصص احياء وبعرف اتكلم ازاي خلاص قلنا خمسين في المية وخمسين في المية يبقى وي سمول هي المنظر ده هو وي سمول وي سمول ولا وي كابتل وي سمول هي ده المشكلة انا احط الاحتمال انا هوا بزور خضراء نقية وبزور صفراء هاجين تمام ما الخضراء متنحية يبقى خلاص الكلام واضح يبقى احنا بنتكلم صح يبقى وي سمول وي سمول وهنا وي سمول وي سمول طالما قال بزور خضراء نقية يبقى اللي تنزه بعض والخضراء متنحية بالنسبة للصفراء كلام جميل انا كنت شاكك بس ان دي وي كابتل بس الحمد لله ظهرتاي يبقى الوقت خمسين في المية بزور خضراء نقية وخمسين في المية بزور ايه صفراء هاجين دي ما فيهاش كلام دي اسمها احياء خلاص يعني عشان ما نشكش في حاج تعالوا بقى كده بيقول لي فسر ميت وضع قطط بطاطا في كأس بيه محلول فوق اكسيد الهايدروجين يزداد يزداد تفكك تفكك او انحلال فوق اكسيد الهايدروجين لوجود انزيم لازم اقول الكلمات الا انزيم الاكسيديز في البطاطا بنقسين عامل حفاز يزد من سرعة ا اتفع تأخر دي قلناه مبارح في البس المباشر المراجعات تأخر تفاعل الالمونيوم لوجود لوجود طبقة من الاكسيد تأخر في البطاطا اي من الصفات تكون سائدة في الانسان طبعا شحمة الازن المنفصلة يشترك كلهم من فرق الجهد والقوة الدفعة الكهربية يساوي يساوي العالمان اللي اشتغلوا على الدين ايه كريك وواتسون او واتسون وكريك المفروض ما هي عكس عشان ما لا اخبطش الحفزة من التأثيرات الوراثية النتيجة عن تعرض الانسان لجرعة صغيرة لفترات طويلة نركز كده فترات طويلة خلاص بتبقى تغيير في الكروموسوم التلاتة دول تابع العكس اللي هي جرعة كبيرة في فترة ايه صغيرة من المعادلتين اللي عندي دول مادة خضراء وانا مغمط كربونات النحاس ولذلك انا ركزت على الالوان مبارح في البس المباشر المراجعات خلاص ادتني ايه ساني اكسيد الكربون واكسيد النحاس كلام جميل طيب ما البي هنا حط يا حبيبي اكسيد النحاس هنا زائد الهايدروجين سهموا على حرار تكون مية الهايدروجين انتزع الاكسوجين وهنا مادة النحاس الحمراء بيقول لك تبصات كميائية لكل من على الترتيب انا عند حرف الا قلنا سي يو اللي سيها كميائي سي О ما اسم العملية الحادثة للمادة اكسد واختزال العملية الحادثة للمادة ده يبقى عملية اختزال عملية اختزال لو كان قال لنوع العملية او التفاعل في المعادلة كلها قلت اكسد اختزال ولكن اكسيد النحاس اختزل عملية اختزال في التفاعل اتنين والتي ادت الى تحويلها الى المادة اكس اللي هي الايه النحاس يبقى كده خلصنا الامتحان بسلام ما تنسوش الاشتراك معانا في قناتنا اللي ما اشتركش معانا وطبعا جروب الواتس انا مكلف ناس كتير الوقتي من المنوفية ومنورنا على اليوتيوب بنات وشباب الواتس تاني اوه اربعة تسعة ستة صفرين تمانية اربعة تسعة طبعا هترتاحوا شوية وهنبدأ مش مناهج المناهج في شهر تمانية ان شاء الله اللي عايز يبدأ اه نعرفه ينزل زوم ازاي ويشتغل يشترك مع زميله وبتبقى جرم زي لكن الكورسات اللي احنا بنعملها بعد اسبوع عشر تيام كده في كورسات كيميا فيزيق احياء وزا ما بنقول جماعة المراحل التعليمية يعني الواتس ده لو اقولك حد قريب عشان ما تقولش عليكم حد قريب في اي مرحلة سنية ادي له الرقم دهوت وخليه يدخل معايا ما حدش يبعت لي رقم حد ويقول لي ايه دخل ده واتس عندك مصدر دي بتضيع لوقت كتير الرقم هو معلن ومعلن في كل الفيديوهات اللي في القناة عندي ان شاء الله نتابع مع بعض ونعمل جروبات واتس لجميع المراحل من تلتة سنوي لغاية ربعة ابتدائي جميع المراحل التعليمية خلاص واللي عاوز السفيد من الكورسات في كلية طب سيدالة اي طب سنان اي حاجة فيها كيميا فيزياء احياء ان شاء الله معاكم مستر مصطفى رجل وحييكم مدينة ضميات الجديدة الى اللقاء والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته